في البدء لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلك كل جديد ولأهمية ذلك في استمرار القناة بروسلي بيقوم بنزال في معبد شاولين اكبر مكان لقنعفو في الصين وبيظهر براعة كبيرة في الفنون القتالية سلوبه بيشمل القنعفو والبوكس والجودو بروسلي هو العب الروحي للفنون القتالية المختلطة او المعروفة بالم ام ايه بيرفع الروحبان ايديهم له وبيقفز قفزة جنباز جميلة جدا بروسلي كمان بيجيد الجنباز وبيقول له معلمه في شاولين ان فيه شخص اسمه هان علمه القنفو لكنه استخدمه في اشياء مشينة ومخالفة للقانون وانه جلب العار لمعبد شاولين بيجيله شخص من المخابرات وبيطلب منه يشارك في مسابقة بيعملها هان وهو نفس الشخص اللي كلمه عنه معلمه وبيقول له انه بيقوم بعمال مخالفة للقانون وبيقول له ان معاه حارس شخصي قوي جدا واسمه اهارة واهارة هو البطل العالمي روبورتوال البطل العالمي المعروف فكرتيا وبيقول له ان المسابقة في جزيرة محصنة بعيدة عن اطراف الصين وبيقول له ان هان بيجلب بنات وبيجعلهم مضمنين للمخدرات وبيبعتهم في انحاء العالم في شبكة من تجارة الرقيق العبيض وبيقول له انه بيتسطر في الجزيرة تحت مسمى مدرسة لتعليم فنون القتال وبيقول له برسلي ليه ما عبطوش عليه بنفسكم بيقول له لسه ما فيش دليل مادي ومطلوب منك تروح هناك وتحصل على اي ادلة على افعاله الاجرامية وبيقول له ان فيه هناك امرأة اسمها مي بتعمل لحسابهم في المخابرات وبيقول له انها ممكن تتعاون معاها هناك بيزور برسلي عمه اللي ما شفوش منذ سنين وبيقول له ان رجال هان حضروا هنا منذ سنوات وهدموا اختك وحاولت تدافع عن نفسها ولما فشلت عامد بالانتحار وبيقول له ان كان زعمهم هو الحرس الشخصي لهان اهارة وبيحزن برسلي بشدة لما بيعرف قبر وفاة اخته وانها انتحرت بسبب هجوم عصابة هان عليها وبيزور قبر اخته وبيقول لها سمحيني وبيتجه برسلي للجزيرة عشان يحضر مسابعة الفنون القتالية عشان يحصل على دليل لإدانة هان وعصابته بيروحوا ايضا في طريقهم للجزيرة بطل القراتي روبر وويليامز روبر هرب من الديون والديانة اللي بيطلبوه بأموالهم وويليامز خرج من امريكا بصعوبة بعد محاولة منعه من الشرطة ولكنه تغلب عليهم وهرب وبيقابل روبر وويليامز على المركب وواضح انهم عارفين بعض منذ زمن وبيتعرفوا على بروسلي اثناء رحلتهم على المركب للجزيرة بيوصلوا للجزيرة وبيحضروا حفل استقبال كبير هناك بتدخل امرأة وبترد عليهم بنات وواضح فعلا انها شبكة لكن بروس بيطلب منها ماء وهي المرأة اللي بتعمل معها لحساب المخابرات ولما بتيجي بيسألها هل معها اي دليل ضد العصابة وبتقوله ان في بنات بييجوا كتير للجزيرة وفي اليوم التالي بيختفوا كلهم بيتدرب بروسلي وواضح على جسمه انه فلازي من كتر التدريب وبيشوفه اهارة وبيقوله المسابقة هتبدأ في الصباح وبيطلب منه ييجي بالزي الرسمي وبيقوله بروسلي اخرج بتبدأ المسابقة وبيقوله شخص ليه مش لابس الزي الرسمي وبيانظر له بروسلي بدون تعليف صمت وبيخاف منه وبيمشي بروسلي لابس بدلة قنع فو وهو مخالف لهم لانهم لابسين بيدا القراتية بتبدأ المسابقة وبينازل وليامز شخص وبيهزمه روبر بيتفق مع وليامز يجعل شخص بجواره يراهن على فوز خصمه ويتظاهر هو بالهزيمة وبعد ما يتفق وليامز على الرهان يقوم هو بهزيمة خصمه ويكسبه الرهان وأثناء الليل بيلبس بروسلي ملابس سودا وبينزل يرايب نشاط العصابة فيه تخفي وبيلاقي حراس وبيهاجم واحد منهم بينزل المكان في الأسفل وبيشوفهم بينقله براميل وبيهاجم بروس حراس آخرين وفي الصباح بيكتشف هان اللي هجوم على الحراس وبيقول فيه شخص هاجم حراس الجزيرة في الليل وأساء لقرم ضيافتنا وبروسلي بيانظر له وبيجيبوا الحراس اللي هجمهم بروسلي وبيعقبهم بحارسه الثاني القوي وهو بولو وبيأدي عليهم بدون رحمة وبدأوا يشوفوا بداية أفعال هان الإجرامية بيبدأ نزال بروس معه هارة بطل القراتيه القوي وبيكسر لوح خشب أمامه في منتهى القوة وبيقوله بروسلي الألواح مش هتصد الضربة وبيتذكر مشهد انتحار أخته بسبب هجوم هارة عليها بيوجه له ضربة سريعة جدا في منتهى القوة وبيبدأوا مرة تانية وبيوجه له نفس الضربة القوية وللمرة التالتة بيحاول هارة يصد ضرباته لكن بروس بيبعد ييده وبيوجه له ضربة زي الرصاص وطبعا ده اسلوب الوانج تشون اللي بروسلي بيجيده جدا بيمسك وهارة رجليه بعد ما فشل في قتاله لكن بروسلي بيقفز للخلف بقدم واحدة وبيوجه له بيها ضربة قوية جدا ضربة قوية جدا ضد الجاذبية وواضح ان بروسلي شخص خارج جدا بيحاول وهارة يهجمه في جنون لكن بروسلي بيوجه له عدة ضربات سريعة ومتقنة جدا وإحنا أمام بطلين حقيقيين روبرت وال الحاصل على بطولة العالم فكرته وبروسلي الأسطوري بيوجه له بروسلي ضربة جانبية وبيندفع اهارة للخلف وبياخد معاه خمس أشخاص على الأرض اهارة بيغضب بشدة وبيقرر يهجمه بزجاكتين بعد ما فشل فيه هزمته وبيحاول أحد الحراس يمنعه وبينادي عليه هان لكنه بيسر على قتل بروسلي بيستدير بروسلي وبيتوجه له وبيضرب قوعه وبيوجه له ضربة قوية على رأسه وبيطير ورجليه أصبحت محاذية لرؤوس اللي وقفين وبيهبط بشدة على اهارة وكأنه اهارة دهسه قطار وعلى وجهه بركان غضب بينظر بروسلي لهان بغضب وبيكتشفه وفاة اهارة وبيقول هان للناس انه اهارة جلب العار لنا يعصد محاولته قتل بروسلي بيعتقد هان ان ويليامز هو اللي هاجم حراسه وبيسأله كنت بتبحث عن ايه بيقوله مش انا وبيقوله شفناك خارج العصر في الليلة دي وبيقوله ويليامز كان فيه شخص اخر يقصد بروسلي وبيرفض يقوله وبيستدعي رجاله وبيهجمهم ويليامز وبيتغلب عليهم لكن بيبدأ هان يهجمه بنفسه وبيرتدي كفين من حديد في ايده واضح انه مستوى متقدم في الفنون القتالية لانه تعلم في شاولين وبيندفع ويليامز عند البنات المخدرين في شبكة هان وبيبدأ يتغلب عليه هان وللأسف بيقضي عليه بيعرض هان على الروبر العمل معاه وبينزل معاه وبيستعرض له اعماله من المخدرات والرقيق الابيض وبيتضح انه مصنع للمخدرات وشبكة كبيرة للرقيق الابيض وبيرد عليه يعمل معاه وعن طريقه يكون له فرع اخر لنشاطه في امريكا وبيقول له روبر عرفت ان المسابقة بتستدرك بيها موظفين اكفاء عندك وبيشوف روبر جثت صديق ويليامز وبيرفد روبر العمل معاه بروسلي بيبدأ ينزل مرة اخرى في نفس الفتحة لكن بيكتشف انهم وضعوا تعبان عشان ما حدش يحاول ينزل هناك تانية لكن بروسلي بياخدوا التعبان وبيضعوا داخل جراب وبينزل للأسفل وبيشوف صناعة المخدرات والبنات المخدرين وبيخرج بروس التعبان وبيضعوا عند الحراس بيرسل تلغراف للمقابرات وبيقول لهم يحضروا قوات من الشرطة فورا بيهجموا الحراس وبيتغلب عليهم وبيهجموا تلاتة وبيتغلب عليهم بسرعة ومهارة فائقة وبيهجموا لكنه بيتغلب عليهم وبيهجموا الشخصين واحد من الأمام والآخر من الخلف وبيسقطهم ببراعة وبيمسكوا الشخص من الخلف وبيتضح انه جاكي شان زي ما احنا شايفين بيكذبوا بروس أمامه وبيقضي عليها بيبدأ ييجي حراس كتير وبيهجمهم في منتهى القوة والسرعة والبراعة بيجي فجأ آخر ومعهم عصيان وبياخد العصى من أول واحد بيهجمه وبيهجمهم بيستمر في سرعهم وبيمسكوا السجناء واحد منهم وبيجي آخرين من الحرس لكن بروس سريع ومتمكن جدا وبيسقطهم على الأرض وبيحاول فجأ آخر يليهجوم عليه لكن ضرباته زي البرق مستحيل صدها وبيحاول واحد يهجمه بسلاح انه نشاكه وبياخده منه وبيانظر الشخص لسرعته في ذهول وبيهجمهم بيه لكن أثناء جاريو بينحبس في مكان وبيانغلق عليه وبيقول له هان مهارتك القتالية مع الحراس تفوق الخيال وكنت على واشاك أنا سألك انك تنضم لينا وبيشوف ضابط المخابرات رسالة بروس وبيتصل بقوات الشرطة تروح فورا للجزيرة وبيدخل هان روبر لبروس عشان يصرعه بعد ما رفض انضمامه له وبيرفض روبر وبيدخله بولو عشان يلدي عليه لكن روبر بيتغلب عليه ولما بيشوف هان هزيمة بولو بيدخل الحراس وبيصرعوهم وبيتغلب بروس لي عليهم في منتهى السرعة وبيفشل الحراس في التغلب على بروس وبيسعد روبر وبيقتلهم بروس في سرعة ومهارة اسطورية تفوق الوصف بتفتح ماء للمسجونين وبيخرجوا هجموا جميع الحراس وبيروح بروس لهان لكنه بيهجموا بمخلبه الحديدي وبيهرب وبيروح وراه وبيقول له قسقت المعبد شاولين وقسقت العائلة وبيحاول يهجموا لكنه بيوقعوا على الأرض وبيهجموا لكن بروس بيتغلب عليه وبيحاول يتعنوا برمح لكن ما بيعرفش بيهرب في مكان كله مرايات وبيهاجم بروس من وسط المرايات وبيختبئ وبروس مش قادر يوصلوا وبيقرر بروس يقسر المرايات عشان يعرف يشوفوا واخيرا بيشوفوا بروسلي وبيواجه له ضربة بتدفعوا وبيندفع على الرمح اللي كان بيهاجموا بيه وبيتغلب المسجونين على الحراس واخيرا بتوصل قوات الشرطة في طائرات هليكوبتر اذا عجبك الفيديو فلا تنسي العجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلك كل جديد ناقد نبدأ سريع عن أبطال الفيلم وهارا هو البطل العالمي الكبير في الكاراتيه روبرت وال الحاصل على بطولات عالمية كتير جدا في الكاراتيه اللي تحدى سيفن سجال حتى الموت في قتال مباشر على الهوى وستيفن سجال رفض وجيم كيلي هو بطل عالمي في الكاراتيه أيضا حاصل على بطولات عالمية كتيرة وجون سكسون أيضا هو بطل عالمي في الكاراتيه والجودو والثلاثة حاصلين على الحزام الأسود في الكاراتيه وأبطال عالميين في الكاراتيه كبار